بسم الله الرحمن الرحيم، أهلاً بكم أعزائي الطلبة والطالبات، أهلاً بكم في يوم جديد ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات حبيبي طلاب الصف الأول السنوي، أهلاً بكم وتجدد لقائنا من جديد تعالوا النهاردة مع بعض كده نشتغل في فرع حساب مسلسات هنشتغل النهاردة مع بعض التمثيل البياني للدوال المسلسية التمثيل البياني للدوال المسلسية كلنا عارفين حبيبي يعني إيه دلة المسلسية؟ تقول يا مستر يعني الجا والجتا والزا أقول لك تمام؟ تعالوا كده نشوف مع بعض ندرس الجا هدرس معك الجا عشان نعرف قصتها ماشية إزاي وادرس الجتا عشان لما أجد ديك مسائل تبقى أنت دارس شكل الجا والجتا إزاي بالظبط أول دلة عندي هي دلة الجيب لما يقولي دلة سيتا بتساوي جا سيتا دل سيتا بتساوي جا سيتا ماشي؟ بيقولي حاش سيتا تنتمي للفترة المغلقة من سفر لاتنين باي ارسم الدلة دي؟ حاضر أرسمها إزاي؟ قال نعمل جدول أنت مديني القيم من كم لكم قال لي من سفر ليه تلتمية وستين مع اتنين باي تكافئ بالتقدير الستيني اتنين في مية وتمانين يعني تلتمية وستين أنا بتكلم في زوايا مش هقول بقى سفر واحد اتنين تلاتة لأ طبعا أنا هتكلم في زوايا هبدأ بصفر واقول تلاتين بقى مثلا كل مرة نزود تلاتين سفر تلاتين ستين تسعين وأنا ماشي؟ يبقى أنا هقوله الجادوى لأهو قادي السيتا وقادي الجا سيتا لو حطينا السيتا بصفر الزاوية بصفر قال لي جا سفر بصفر أعوض بق عن طريق الآلة بإداية برحتك؟ طب حطيلي تلاتين بس هنا يا ريت تحطيلي القيم بتاعتك بالتقدير الدائري خليها باي كذا بالباي قال لي تلاتين عبارة عن باي عالستة كلنا عارفين ان جا تلاتين بنص يعني خمسة من عشر بعد كده الستين يعني باي عالتلات اللي هي اتنين باي عالستة باي عالتلات تكافئ اتنين باي عالستة يسوي كام؟ قال يا مستر الجا ستين بجزر تلاتة عالتنين دوس اس دي هيدينا كسر عشري سبعة وتمانين من مية وهكذا للآخر كل مرة زود تلاتين يبقى انا قلت سفر تلاتين ستين يبقى اللي جاية قال لي تسعين اللي هي باي عالتنين صح؟ تلاتة باي عالستة يعني باي عالتنين قال لي جا تسعين بواحد يا مستر وهكذا الباقي عوض عوض كل مرة زود تلاتين حوصل للجدول بتاعي كاملا لغاية موصل للدورة الكاملة اتنين باي لها تلتمية وستين درجة هينطيه معايا بالصفر خلي بالك من القيم الموجودة كده تحت سفر خمسة من عشرة سبعة وتمانين من مية واحد هب ابدأ تاني بص اعيد القرى من تاني سبعة وتمانين من مية خمسة من عشرة سفر سالب خمسة من عشرة سالب سبعة وتمانين من مية سالب واحد واعيد من تاني سالب سبعة وتمانين من مية وهكذا ده القيم بتتقرر يا مستر قال لي اه تعال كده نشوف مع بعض الرسم البياني انا هرسم المحاور اهل المحاور اه لما سيتا بصفر هيبقى جاء سيتا بصفر يبقى اول نقطة صفر وصفر لما تيجي ترسب المحاور طبعا هقولت صفر تلاتين ستين تسعين مية وعشرين وانت ماشي جاء صفر بكم قال لي جاء صفر بصفر بعد كده قال لي الثلاثين بنص قال لي عند الثلاثين هوصل للنص اهو النص بعد كده الستين 87 من مية قبل الواحد بشوي التسعين بكام قال لي بواحد وهكذا هلاقي الدلة بتاعتي طلعت فوق لغاية هنا اقصى حاجة لها عند الواحد بدأت تنزل تاني تروح للصفر بعدها تخش على السوالب اهو اصغر حاجة لها تلاقي وصد مين وصد السليب واحد بدأت تطلع تاني للصفر تبدأ تقرر نفسها تاني هيبدأ الشكل ده بص كويس معايا الشكل بدأ من هنا بدأ يطلع لأقصى حاجة واحد وينزل لأقلح حاجة سليب واحد ثم يطلع يبدأ من عند الصفر تاني يبدأ دورة جديدة هيعيد الشكل تاني هيبدأ يطلع للواحد وينزل تاني للسليب واحد وهكذا كل مرة بيعمل نفس الشكل بدأ دورة جديدة عشان كنت سموها دوال دورية يعني ايه؟ يعني كل مرة بتقرر نفسها تاني كل دورة كاملة خلي بالك الشكل بتاعي بدأ يكمل من هنا لغاية ما وصل لنفس المكان تاني عندي مين؟ تلتمية وستين اذا دلة الجا الدورة الكاملة بتاعتها الشكل بتاعها يكمل عندي تلتمية وستين يبقى الدوال دي دوال دورية الدورة بتاعتها كام؟ تلتمية وايه؟ وستين تعالوا كده مع بعض ندرس الشكل كويس قوي اول حاجة لما أقول لك أكبر قيمة للدلة دي هي مين؟ تقول لي واحد طب وأصغر قيمة قيمة الصغرى كام؟ تقول لي سليب واحد يبقى أنت كده فهمت أن مدى الدلة المدى يعني صاد انت خدته قبل كده في السنة السابقة مدى الدلة يعني أقل حاجة على الصاد وأكبر حاجة على الصاد المدى بيجي من صاد قال لي يا مستر أقل حاجة سليب واحد وأكبر حاجة واحد يبقى استنتج أن دلة الجا دلة الجا محصورة من أو الفترة المغلقة من سليب واحد لواحد يبقى الجا يا سيتا تنتمي للفترة المغلقة من سالب واحد لواحد لو قال لي القيمة العظمى قال له واحد القيمة الصغرى قال له سالب واحد طب يا طرق الواحد ده هيتكرر كل قد قال لي كل تسعين يبقى تسعين وتسعين تاني قال لي لا تسعين زائد دورة كاملة يبقى هنا قل له لما اجا قل له كده دلت السيتا اللي هي جا سيتا هتساوي واحد امتا تقول لي عن دباي على اتنين اه زائد بس اللي زائد اتنين باينون اتنين باينون ما انا عارف ان الاتنين بايع تلتمائة وستين يبقى كل ما زود تلتمائة وستين يجى عند الواحد يبقى تسعين زائد دورة كاملة يدينا واحد طب وهتيجى عند السالب واحد امتا انا بقول الكلام ده ليه عشان مسائل اختر اللي هتجيلك هيسألك في كده هيسألك يقول لك دل سيتا تسوي جا سيتا بتسوي واحد عندما سيتا تنتمي لإيه تقول لك عندما سيتا بتسعين ودورة كاملة تسعين زائد اتنين باينون اللي هي بايع على اتنين زائد اتنين باينون طب وبسالب واحد امتا اللي سالب واحد عند المتين وسبعين شايف معي كويس اللي عند المتين وسبعين اهيه بسالب واحد هتيجي تاني امتا سالب واحد كل ما نزود دورة كاملة على المتين وسبعين اذا القيمة الصغرى بتاعتها سالب واحد هتيجي امتا اللي عند تلاتة بايع على اتنين اللي هي امتين وسبعين زائد اتنين باينون تمام يبقى عرفنا مدى الدلة الفترة المغلقة من سالب واحد لواحد طب والدورة الشكل بتاعت ده كامل فين اللي من سفر لغاية تلتمية وستين اذا الدورة بتاعتها دورتها هيكمل الشكل بتاعتها كل تلتمية وستين درج ماشي دي كده دلت الايه الجا سيتا تعالوا كده نشوف مع بعض دلت الجتا سيتا يلا مع بعض قال لي يلا بين الجتا نفس الكلام برضو هنزود كل شوية كام تلاتين درج هبدأ بصفر تلاتين وستين وانت ماشي بقى تسعين مية وعشرين مية وخمسين مية وثمانين وانت ماشي لغاية تلتمية وستين برضو خليها عن طريق الباي قال لي التلاتين زي ما قلنا باي على الستة وهكذا قال لي الصفر جتا صفر بواحد آه ده هنا هبدأ بالواحد بقى خلي بالك بعد كده باي على الستة اللي هي تلاتين قال لي جتا تلاتين هنعرفها بجزر تلاتة على الاتنين يعني سبعة وتمانين من مية يا مستر طب وجتا ستين بقى اللي هي اتنين باي على الستة اللي هي باي على التلات قال لي جتا ستين بنص يعني خمسة من عشرة هي نفس القيم نفس القيم مع اختلاف بقى مع اختلاف الزواج لكن نفس القيم تحت ايه يلا معايا وهكذا للآخر قد القيم بتاعت كلها تعال كده نرسم الشكل ونشوف بدايتنا ايه وانهيتنا ايه مع بعض يلا بينا يلا بينا خلي بالك مجال الدلة بتاعتك هيبقى من سالب مالا نهاية الموجب مالا نهاية يعني حا يبقى مجال دلة الجا سيت والجا تا سيتا المجال بتاعهم لو سأني في المجال هقوله حا يعني الفترة المفتوحة من سالب مالا نهاية الى موجب مالا نهاية تمام فين الشكل اهو الشكل اهو انا هناك بدأت من سفر و سفر هنا سفر و واحد البداية سفر و واحد بدأ من سفره و واحد قد البداية بدأ المنحنة بتاعيه عند الواحد اقصى حاجة ليه الطيمة العظمى بدأ ينزل 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 لغاية السليب واحد برضو ويبدأ يكمل الشكل تاني لغاية نوعه أو عند الواحد تاني الشكل بدأ من هنا ونزل نزل نزل وطلع تاني عند نفس المكان فين بعد 360 درجة يبقى الدورة الكاملة بتاعته فين برضو 360 درجة هيتكرر كل قد ايه كل 360 درجة يتكرر نفس الشكل والواحد اهو قلي بالك القيمة العظمى واحد اهو كل مرة يبقى واحد 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 وكذا يبقى القيمة العظمى عند الواحد والقيمة الصغرى عند السليب واحد يعني المدى الفترة المغلقة من سليب واحد لواحد زي الجاب الزب المجال هقول له حاة خط كامل اللا إذا اداني شرط زي كده ما اداني الشرط اقول له حاة يبقى الشكل كده اهو هيبدأ برضو ناحة تانية يبدأ ينزل ويطلع ينزل ويطلع نفس كلام في السوالي. يبقى المجال من سالب ما لا نهاية لغاية موجب ما لا نهاية. تمام. وعرفنا الدورة بتاعتها دورية من كام? قال لي تلتمائية وستين درجة اللي هي اتنين باواي. ماشي. طب هنا بقى الواحد هيجي كل قد يا مستر. قال لي تمام. قال لي البداية عند الصفر صح? قال لي اه. ماشي. يبقى صفر. زائد الدورة كاملة اتنين بينون. اقول له خلاص بقى الصفر ما كتبش. يبقى هنا الواحد ده هيجي كل اقد ايه? كل اتنين بينون يجيب لك واحد. كل اتنين بينون واحد. يعني كل ثمائية وستين درجة يجيب واحد وهكذا. طب والسالب واحد قال لي بص بعينك كده هو. السالب واحد عند المية وثمانين. مية وتمانين يعني باي. يبقى باي زائد دورة كاملة. هقول له باي زائد اتنين بينون. اعرف العاجات دي كويس جدا. بتنساش. ماشي. مستر كده انت تعرفتنا كل حاجة تعالى كده نكمل مع بعض. يلا نكمل ونشوف الدنيا ماشية ازاي. قال لي ملاحظات. ركز معي بقى. قلنا كل من الدلتين صاد بتساوي ألف جا به سيتا. وصاد بتساوي ألف جتا به سيتا. دي دلة ايه او دول ايه. قال لي دوري. دورتها بقى احسب الدورة ازاي. هسألك في الكلام ده. قال لي بص معي ركز او في القانون. الدورة بتاعتها. عشان هي دولة دورية. قال لي عبارة عن اتنين باي عن تلتمية وستين. على القيمة المطلقة لمعامل السيتا. خلي بالك. العدد هو اللي هو لازق في السيتا. معامل السيتا. يبقى جا اللي بعد كلمة جا هو ده. اللي بقسم عليه. هقول لي بقى تلتمية وستين على القيمة المطلقة الباي. أنا بتكلم في الدورة قد ايه يعني عدد موجب لازم يطلعني موجب. فباخد القيمة المطلقة للعدد ده. عشان ممكن ده يجي بالسالب او يجي بالموجب. كده كده هنقضوا هنا بالموجب. والمدى قلنا فين بقى اللي استنى؟ المدى من هنا. من ده. من سالب الرقم ده لموجب الرقم. ده أقول له الفترة المغلقة من سالب ألف لموجب ألف. لو ما كانش في حاجة يعني واحد فكنت بقول من سالب واحد لواحد. لو كان هنا في اتنين أقول له من سالب اتنين لاتنين. كان هنا في تلاتة. يبقى من سالب ثلاثة لثلاثة وهكذا. يبقى ده بيعرفك ايه؟ اللي ده بيعرفني المدى. تاني. ده بيعرفك مين؟ المدى. القيمة العظمى والصغرى من هنا. القيمة العظمى والصغرى من هنا. أمال ده بيعرفني ايه؟ اللي ده بقى الدورة بتاعتك. يعني الشكل هيتكرر كل قد ايه؟ يا ترى كل تبتمية وستين درجة ولا مية وعشرين درجة ولا مية وثلاثة حسب اللي هنا. هقول نقسم اتنين باي على القيمة المطلقة لبقى. تمام. المجال أن الفترة المفتوحة من سالب مالا نهاية الموجة بمالا نهاية. منش. يعني تمرين كده سريع؟ تمرين سريع نفهم منه يا مستر. اهو يا سيدي. الدلة صاد بتساوي او نقول دلة سيتا بتساوي هي هي خمسة جا تلاتة سيتا. دال سيتا بتساوي خمسة جا تلاتة سيتا. اوجد مداها والقيمة العظمى والقيمة الصغرى للدلة ديت. والدورة بتاعت الدلة. عايز كل دول. اقول له حاضر. مستر انت عرفتنا. عرفتك ايه؟ عرفتنا ان المدى المدى بتاعك من سالب الرقم ده لموجة بدا. يبقى الفترة المغلقة من سالب خمسة لخمسة. ماشي. ده القيمة العظمى والصغرى؟ قال له ده القيمة العظمى والصغرى. يبقى القيمة الصغرى سالب خمسة. والقيمة العظمى هقول له خمسة. ادي اول حاجة. المدى الفترة المغلقة من سالب خمسة لخمسة. مين ده؟ القيمة الصغرى. مين ده؟ القيمة ايه؟ العظمى. يبقى القيمة الصغرى سالب خمسة. والقيمة العظمى كام؟ قال لي خمسة. تمام. بالجزء اللي بعده. تاني حاجة سألني إيه؟ يبقى المدى جبته لك. طب. قلنا القيمة العظمى هي الخمسة. القيمة الصغرى قلنا سالب خمسة. مظبوط أهم يا سيدي. طب هاتلي بقى الدورة بتاعتها قال لي آه. الدلة دي دوال دورية. قلنا الدورة. أو هتنسى القانون. عبارة عن إيه؟ اتنين باي على القيمة المطلقة للثلاثة. يبقى اتنين في باي يعني تلتمية وستين. تلتمية وستين على الثلاثة يدينا مية وعشرين. يعني اتنين باي على الثلاثة اهو. يطلع بكام؟ مية وعشرين. يعني الشكل بتاع ده. حيتكرر كل مية وعشرين درجة. يتكرر. اهو. يبدأ من صفر. يطلع لغاية الواحد وينزل لغاية السليب واحد ويطلع عند صفر تاني. عند مين؟ عند المية وعشرين. كل مية وعشرين يتكرر للشكل تاني وهكذا. يارب نكون فهمنا؟ يارب نكون فهمنا؟ مستر المسائل تيجي ازاي؟ شوقتنا المسائل. تعالى كده نشوف مع بعض المسائل تيجي ازاي؟ يلا بينا. يلا بينا مع بعض. واشوف حبيبي وإجابات حبيبي. بيقول لي هنا ايه؟ اول سؤال. اختر. مدى الدالة. دال سيتا بتساوي جا سيتا. هو مين في دول؟ يلا كده يا حبيبي. خلي بالك انا عايز المدى. مش المجال. مين ده؟ قال لي ده المجال يا مستر. مل فين المدى؟ قال لي المدى؟ آه مظبوط. هنا فيه كيام. قال لي معامل الجاهنة بواحد. يبقى الفترة المغلقة من كم لكام. قال لي من سالب واحد لواحد. يعني الاجابة رقم بي يا مستر. اقول تاني احنا قلنا ايه؟ يلا مع بعض كده نجهز. ادي السؤال بيقول لي هنا ايه؟ اذا كانت دال سيتا بتساوي جتا خمسة سيتا. فإن مدى الدالة هو نقط. انا هطلب منك هنا اجابتين بعد اذنك. قل لي المدى والدورة بعد اذنك. المدى مين؟ وهطلي الدورة بتاعت الدالة دي. يلا. انا هستنى هؤلاء الاجابات. واشوف معاكم. اشوف اللي كان بيسأني يا مستر ايه التاني. انا عدت تاني. خلي بالك من المدى فين؟ والدورة بتاعتنا فين؟ تمام. هطلي كده المدى؟ وهطلي السؤال التاني اللي هي انا بقى انا عايزه تقول لي كمان الدورة بتاعتك كام. طيب. زي ما انت قلتنا يا مستر احنا قلنا المدى هو فين؟ المدى اللي هنا يا مستر. المدى هنا في واحد يبقى المدى من سالب القيمة دي اللي موجب القيمة دي. الفترة المغلقة من سالب واحد لواحد ده كلام مصبوط. طيب. عرفنا المدى يا مستر؟ تمام. طيب. تاني حاجة يا مستر. اللي تاني حاجة مع بعض. انا عايز ايه؟ اللي عايز الدورة بتاعتها. قلنا الدورة هنقول. اتنين باي على الخمسة. اتنين باي على الخمسة. يبقى المدى خلاص عرفنا الفترة المغلقة من سالب واحد لواحد. طيب الدورة يا مستر ايه؟ هقول له تلتمية وستين. هقسمها على الخمسة. يلا بسرعة اصبقني. تلتمية وستين. اقسمها على كم. قال لي على الخمسة يلا بسرعة. ها. مين يجاوب بسرعة قبلي؟ ها. تلتمية وستين على الخمسة فيها كان. يلا بسرعة. ايوة. تمام. انا مستنيكم. رقم بيه تمام؟ السؤال هنا بيقول ايه؟ ده كده السؤال اوان خلاص خلصنا منه. يلا السؤال التاني. القيمة العظمى. جات لك هالتاني بقى واحدة تانية يا زيه. القيمة العظمى. يلا يا سيدي. عايز القيمة العظمى للدلة دي. عين. حيث عين سيتا بتساور باعة جا سيتا. القيمة العظمى كام؟ بديك اختيارات. ها. القيمة العظمى. يا ترى اربعة ولا واحد ولا صفر ولا مالة نهاية ولا سالب اربعة وهكذا بقى. اقول لي يا مستر انت علمتنا. القيمة العظمى بتجي من المدى. المدى من كام لكام؟ ايوة. الفترة المغلقة من سالب اربعة لاربعة. هذه المدى بتاعنا يا مستر. اهو. تمام. المدى الفترة المغلقة من سالب اربعة لاربعة. القيمة الصغلة سالب اربعة. لكن القيمة العظمى تبقى كام؟ ايوة. تبقى اربعة. خلاص بقى احنا في منها كلنا ننتقل للبعضه يلا معي اللي بعده نفس الكلام القيمة الصغرى للدالة دي عين سيتا بتساوي خمسة جاتا سبعة سيتا هي نقط من دين اختيارات اقول له حاضر انا عايز القيمة الصغرى ما حتفقنا القيمة العظمى والصغرى من هنا اما الايه ده يا مستر ده بتاعة الدورة بتاعتك انا مش عايز الدورة انا عايز ده اقول له ما ده الفترة المغنقة من سالب خمسة لخمسة يبقى القيمة الصغرى هي سالب خمسة العظمى هي اللي خمسة يبقى هنا اختار مين اختار سالب خمسة طبعا انا عارف ان كل حبيب يختاروا سالب خمسة قاله اصبع ما نضيعش وقتنا اللي بعده الدالة دال حيث دال سيتا بتساوي اتنين جا اربعة سيتا دالة دورية ماشي ودورتها تساوي نقط يا ترى اتنين ولا باي ولا باي على الاتنين ولا باي على الاربعة ايه اتفقنا عشان نجيب الدورة بتاعتنا هنقسم اتنين باي على معامل السيتا اللي هنا مش اللي هنا هنقسم اتنين باي على الاربعة لما اكتب اتنين باي على الاربعة اختصر على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين تحت فيطلع لمين باي على الاتنين يبقى هنا الدورة بتاعتنا هتتكرر كل تسعين درجة باي على الاتنين اللي قال باي على الاتنين اجابة صح السؤال اللي بعد اه السؤال بقى جميل سؤال جميل بقى للي فهم يلا مع بعض كل حبيب يركز معايا قوي في السؤال ده بص كويس كده وقل لي الشكل المقابل يمثل دورة وحدة المنحنة دلة مسلسية صب تساوي دلسي فإن قاعدة الدلة دي هي ايه أسئلت الامتحان كده اللي فهم وركز معايا بشرح هيعرف يحل يا ترى مين الرسمة دي بتاعت مين في دول خلي بالك أول حاجة تلمحها مستر دي كده رسمة الجاة ليه عشان هو مديني كل اختارات جاة لا ليه ممكن احط لك جاة أو زاو وحاجات كتيرة أنا عايز هنا ليه قلت كده عشان بدأ بصفر وصفر ايوة كده دلت الجاة تبدأ من الصفر والصفر دلت الجاة تبدأ من صفر واحد تبدأ من هنا لكن الجاة تبدأ من صفر وصفر تطلع وتنزل تطلع وتنزل تمام خلاص يا مستر يبقى إذا نقول دلت السين أو الصب بتسوي جاة سين وخلاص لا ما قلتش كده وما قلتش كده وما قلت يا مستر عينك على اتنين أنا عايزة أعرف أول حاجة المدى بتاع سيادتك بص على الرسمة عشان تعرف تجاوبني المدى من كم لكام قال لي ايه استنى يا مستر ده المدى من سالب اتنين لاتنين ايوة كده لكن دي مدها من سالب واحد لواحد إذا دي إجابة خاطئة ركز هاشوف مين اللي جاوب في الأول وقال دي ركزه استعجلش في الإجابة طيب مستر كده عرفت ان هنا المدى من سالب اتنين لاتنين يبقى كان فيه هنا معامل كام اتنين يبقى عيني على الالف وعلى الجيم ارفض البه والدال مفهومش اتنين يبقى ناخد دول طيب مين في دول الصح الف والجيم قال لي نيجي بقى للدورة بتاعتنا تاني حاجة تعرفني الدورة الشكل ده كمل بعد قد ايه بعد باي بعد مية وتمانين ها ما قالش اتنين وستين تقال لي بعد الباي هي الدورة عبارة عن ايه قال لي عبارة عن اتنين باي على معامل السين يبقى سامنا اتنين باي على كام عشان يطلع باي قال لي على الاتنين يبقى كان هنا فيه اتنين يبقى الاخترص صح مين اقول له صب تسوي اتنين جاى اتنين سين اتنين سين يعني صب تسوي اتنين جاى اتنين سين يارب نكون فهمنا هقول تاني هقول تاني هايه التاني ليه كنا عارف فستقول لي مستر عيد تاني حاضر اتفقنا خلي بالك ده المسؤول عن المدى أكبر قيمة وأصغر قيمة اللي هنا فأكبر قيمة 2 وأصغر قيمة سالي بالتنين يبقى هنا كان أولنا 2 خلص عرفنا أن الاتنين بره إجبال لكن كان أكبر حاجة 3 يبقى هنا 3 أكبر حاجة 5 يبقى هنا الخامسة اتفقنا خلص أدي أول حاجة طب أجيب ده منين قال لي من الدورة الكاملة بدأ من هنا وبدأ يطلع وينزل ويوصل لنفس المكان تاني الشكل كمل بعد باي قلنا القانون بيقول اتنين باي على معامل السي يبقى قول اتنين باي على كاف بتسوي باي شيل باي مع باي تطلع الكاف باتنين يبقى هنا في اتنين يبقى صاب بتسوي ايه اتنين جاة اتنين سيتا سؤال جميل سؤال حلو سؤال امتحانات طيب الشكل ده بقى يلا جاوبيني بسرعة للأسف ماشي ماشي طيب هدي الشكل بص الشكل كده كويس ووضح لي بقى ليه انا اخترت صاب بتسوي جاة سيتا اختار يلا بص كويس وضح اه مستر انت علمتنا لما يبدأ من عند صفر وواحد من فوق من عند الواحد يبقى دي دلت الجاة صح قال لي مظبوط اذا الاختيار جاة وليس جاة يبقى انا هلغي الف وهلغي دا عيني على مين به وجي يا به يا جي طيب المدى بتاع سيادتك من كام يفرق اه طبعا قال لي المدى من واحد لسالب واحد اهو بص كويس كده على المؤشر تحت اقل حاجة سالب واحد وفوق اكبر حاجة الواحد يبقى المدى من سالب واحد لواحد يبقى هنا كان موجود واحد مش هينفع الاتنين يبقى انا عايز اللي هنا واحد معامل الجاة برا يبقى واحد وطبعا هنا دورة كاملة 360 درجة خلاص يبقى هنا واحد سيتا خلاص يبقى هي اتنين جاة يبقى هنا اقوله واحد جاة سيتا مفيش اتنين بقى خلاص المدى واحد يبقى برا هنا واحد وجوه هنا واحد فأقول له أختار صب تساوي جتا سيتا اللي بعده ماشي آخر واحدة في الجزء ده عشان نخش على الجزء الأخير في الشكل المقابل بص كويس وأنا معاك بص على الشكل كويس بيقول لي إذا كان الشكل المقابل يوضح منحنة دل صب تساوي من غير ما أقول لك أنت عارف أن صب تساوي جاسين فإن القيمة المطلقة الألف زائد القيمة المطلقة البهت وساوي مين في دول أسئلت الامتحان كده ده آخر سؤال هقوله عشان أنتقل على الجزء الأخير بسرعة إيه ده يا مستر خلي بالك كويس أنت بتقول لي هنا الزوج المرتب أعلى حاجة القيمة اللي فوق دي الزوج المرتب بايع على اتنين ومين وألف قال لي يعني السين بتسعين والصب كام قال لي آه ده ده المدى يا مستر ما هو المدى يعني صاد صاد هنا بألف صاد بكام فوق قال لي يا مستر ما انت قلت لنا المدى هو صاد بتساوي جاسين صح؟ يبقى المدى الفترة المغلقة من سالب واحد لواحد يبقى القيمة العظمة هنا واحد يبقى الألف ده ياخد واحد الألف بواحد طب وتحت قال لي هنا هيبقى القيمة الصغرى عند 200 و70 تلاتة بايع على اتنين وبيه قيمة البيه بكام؟ قال لي ما ده القيمة الصغرى يبقى سالب واحد يبقى الألف هياخد واحد والبيت هياخد السالب واحد اللي فهم كده قيم الصاد هي مين؟ هي المدى بتاعك ما المدى يعني صاد المدى من سالب واحد لواحد يبقى الألف القيمة العظمة بواحد والبيت القيمة الصغرى بسالب واحد أنا عايز القيمة المطلقة للواحد بواحد زائد القيمة المطلقة للسالب واحد بواحد يبقى لما اجمع واحد زائد واحد يدينا كام؟ قال لتنين يا مستر الناس قالوا صفر لا خلي بالك بقى مفيش كمان صفر هنا هقول له خلاص اهو المدى من سالب واحد لواحد يبقى لب واحد والبيب سالب واحد يبقى القيمة المطلقة الواحد زائد القيمة المطلقة لسالب واحد هيدينينا اتنين اختار قال لتنين تركزوا معايا قوي قال لي بقى ازاي نجيب الزاوية ايجاد قياس زاوية بمعلومية احدى نسبها المسلسية اخر جزء في حساب مسلسات خلي بالك من الشكل ده كويس اذا كانت صوت بتساوي جا سيتا قال لي فإن سيتا بتساوي جا قص سالب واحد الصوت خلي بالك دي معناها الدلة العكسية هتاخدها ان شاء الله السنة الجاية الدلة العكسية المهم انت لو تمسك الاقل الحزبة وبتقول شفت صين بيظهر لك العلامة دي بيجي لك كده صين وفيها سالب واحد صح اذا لما بقول شفت عشان نجيب الزاو اقول شفت صين الناتج هيديك الزاو يبقى سيتا عبارة عن ايه شفت صين اللي هي جا قص سالب واحد الناتج اللي برا صوت اذا خلي بالك من حتة اللي عايز اقولها برضه عشان مسائل اختر كويس ركز اللي بيجي بعد جا زاوية تاني اللي بيجي بعد جا زاوية اللي بيجي بعد جا قص سالب واحد ناتج وليس زاوية اه يقول لك مثلا جا قص سالب واحد والنص اه ده الناتج كان نص يبقى شفت صين النص يديك الزاوية اوعى تانسة بقى اللي هنا زاوية اللي هنا ناتج اللي بيجي بعد جاء زاوية بيجي بعد جاء السالب واحد ناتج مش هقول تاني اللي بعده يلا اوجد سيتا حيث سيتا تنتمي للفترة المفتوحة من 0 360 التي تحقق أن يلا سيتا بتساوي جاء السالب واحد جزر الثلاثة على الاثنين همسك قلتي سريعا يلا هقول شيفت صين جزر ثلاثة على الاثنين عشان نجيب الزاوية شيفت صين جزر ثلاثة على الاثنين قال لي يا مستر ده انا عرفها دي دي بتاعت الستين قال لي اه ماشي قال لي هنا هيديني ستين بس تعال معي بق خلي بالك ان الناتج ركز في الحتة اللي جاية دي الناتج قيمة موجبة اكبر من صفر يعني الجا موجبة هي الجا موجبة فين وفين قال لي في الربع الاول والتاني في الربع الاول هجيب والقال هقول شيفت صين جزر ثلاثة على اتنين يدينا ستين ده الربع الاول ماشي طب في الربع التاني احنا خدناها قبل كده يا مستر كنت بقول سيتا بتساو مية وتمانين ناقص اللي طلع في الالة مية وتمانين ناقص ستين يدينا مية وعشرين اذا قيم سيتا بتاعت سيتا بتاعت سيتاك هتبقى ستين ومية وكام وعشرين يا رب نكون فهمنا اوعى تنسى الناتج موجب يبقى الجا موجبة في الربع الاول والتاني في الاول هيطلع شيفت صين جزر ثلاثة على اتنين بستين اللي باقي التاني اهو طب في التاني هقول مية وتمانين ناقص ستين يدينا مية وعشرين درجة اللي بعده يلا واحدة كمان تاني يا رب نكون فهمنا اهي سيتا بتسوي زا قص سالب واحد جزر ثلاثة يلا وقال لي سيتا من سفر تلتمية وستين كله دورة كاملة هاتلي سيتا اقولوا ستين يا ميستر الزا هنا موجبة ولا سالبة قال لي موجبة هي الزا موجبة فين قال لي في الربع بتاعها بيتها في الربع الاول والتالت الاول والتالت الاول هنجيبه هقول شيفت تان الزا اسمها تاني وعتنسا شيفت تان جزر تلات برضو يدينا ستين يبقى في الربع الاول بستين طب في الربع التالت اللي بقول مية وتمانين زائد الستين حيطلع الامتين واربعين اذا قيم سيتا ستين وامتين واربعين يا رب نكون فهمنا اللي بعد نفس الكلام بقى ها قاء هنا موجبة خلي بالك القاء موجبة فين ده القاء مقلوب الجاتة صح القاء مقلوب الجاتة ليها « 언제 tail», أ espacioagogه wieder. لكني بقول لك أن visita比同 1 على جذر 2. إlahoma, همسك الآلة وأقول crush out cosine Ald, 1 على جذر 2. هم effectiveست vedd , الأخضاء الجثر أهمتigg w – 1 gonna bend ما يلقى مقلوب الجook . لما يلقى جذر 2،owany hstage? بـ 1 على جذر 2، فهمسك الآلة وأقول عشكل 61 علي موطع. وهي اريد ان تrage借 قد 이?'ة الأشكل المختلفة. مجابة في الربع الأول سأقول شفته كوزين أهو واحد على جزر اتنين هيديني كام قال لي خمسة واربعين يبقى في الربع الاول بخمسة واربعين طيب في الربع الرابع هقول تلتمية وستين ناقص اوعد كون نسيت تلتمية وستين ناقص خمسة واربعين يطلع لي كام تلتمية وخمستاشر كمام يارب نكون فهمنا وحللنا صح الملاحظة هي ان القامق لوبل جتا ما تنساش ملاحظة اهي الدوال جاءوا السلب واحد الصد وجتاوا السلب واحد الصد وزاءوا السلب واحد الصد مالها اهي لنقلتها من شوية تعرف بأنها دوال عكسية لدوال الجيب وجيب التمام والظلم اسمها دوال ايه دوال عكسية وهتاخد يعني بالنص بقى هتاخد كده الدرس شاملا حاجة اسمها الدلل عكسية ان شاء الله في تانية سنة و بإذن الله ان شاء الله لكل حبيبي المتفوقين طبعا كلكم هتطلعوا ان شاء الله تانية سنة و على خير وانتوا فاهمين يعني وافتكر كلامي مستر اشرف قال الدلل عكسية افتكرها السنة الجاي ماشي يلا السؤال ده هشوف مع بعض بسرعة يلا السؤال ده هشوف معاك سريعا بيقول لي ايه؟ سلم طوله اربع امطار يستند على جدار رأسي وأرض افقية فاذا كان ارتفاع السلم عن سطح الارض يساوي 3 امطار ارسم وانا معاك فاوجد بالرديان قياس زاوية ميل السلم على الارض عايزها بالدائري عايز زاوية بالدائري مستر طب نجيبها بالستين وكان حاول دائري ماشي هد بالستيني وحاول دائري وممكن نجيبها مرة واحدة بالدائري اه بالقال على طول ازاي انا عايزك انت تقول يلا اول حاجة هنرسم مع بعض السلم سلم يستقبل على حقوق رأسي صح يعني يعمل مسلس قائم ارسم لي بعد اذنك مسلس قائم اهو يا مستر قادي الحيط اهي قادي الجدار الحائط الرأسي وقادي الأرض الافكية اهي وقادي السلم اهو بيستند على الحائط ده السلم بتاع سيافتك اهو السلم تاني قال لي يا مستر السلم اهو الحائط ده طوله 3 متر والسلم طوله 4 متر واحد اقول لي يا مستر اتمنى هتطبق في سهورس هربع واجمع هجيب الجزر يطلع 5 اقول لك غلط ازاي ضلع يطلع بخمسة ما تتعجلش مش اول ما تشوف 3 و 4 يبقى الثاني 5 لا ده الوطر باربعة وده اكبر حاجة باربعة يبقى البعد كده لازم يكون اهلي من اربعة وانا مش عايز ده اصلا اما انا عايز ايه انا عايز زاوية خلاص يا سيدي بيقول لي هنا اوجد مي زاوية مي للسلم على الارض عايز سيتا ايه اللي موجود قلني عشان نجيب زاوية لازم يكون عندي جاة او جاة او زا لازم يكون عندي دلة مسلسية صح اللي مظبوط طيب ايه اللي موجود اللي يقف عند الزاوية انا ميديك المقابل والوطر مين بيقول مقابل على وطر اللي ده قانون الجاة خلاص حط الجاة هقول لي بقى جاة سيتا بتساوي 3 على الاربعة ايه همسك القالة وقول shift sign 3 على الاربعة يساوي كمه ده قياس ستين واجه محوله لقياس دائري ازاي اضرب في باي على مية وتمانين يطلع لقياس دائري اللي مظبوط اللي بس ممكن مباشرة بالآلة احول الآلة الى نظام الرديان ازاي يا مستر امسك قلتك معايا اقول shift mode shift mode هتلاقي كلمة read شوف عندك كلمة read رقم اربعة او رقم تلاتة حسب نوع قلتك shift mode شوف اختار كلمة read read رديان يعني اختارها مجرد ما اقول shift sign ثلاثة على الاربعة يديك الزاوية بالرديان اه يا مستر انت علمت له shift sign ثلاثة على الاربعة يساوي كومة يديني درجات ودقائق وسواني ده العادي هحوله الى قياس دائري هقول سيتا دائري بتساوي الستين في باي على مية وتمانين هيديني تقريبا تمنمية تمانية واربعين من الف دائري او ممكن بالآلة زي ما قلت لك ما تنساش بقى يبقى دي قياس الزاوية بتاعتك بالقياس الدائري يا اما تحول الآلة زي ما علمتك واشتغل يا رب نكون فهمنا يا رب نكون فهمنا الوقت بيجري معاكم بسرعة معلش يلا مع بعض كده نشوف اهو الملاحظة يمكن ايجاد سيتا بالرديان مباشرة بالآلة الحزبة ازاي اضغط معايا اولا هندوس على ايه شيفت خلي بالك بقى هنقول شيفت اول خطوة شيفت مودة اربعة راد كلمة اربعة يبقى شيفت مودة اربعة يحولها الى كلمة راد بس خلاص يبقى شيفت صين تلاتة على اربعة بعد ما حولنا للراد هيساوي على طول مرة واحدة النتج بتاعي 848 من قلب في دائري اخر جزء في المنهج هنتكلم على ازاي نرسم المسلس في الربع بتاعه لما جيلي زاوية في الربع الاول برسم في المحاورة هو خلي بالك الرسمة ببدأ من هنا اطلع بالوطر وانزل عمودي على السين دي كده زاوية في الربع الاول ارسمها كده السؤال اللي جاي محتاج رسمة زي دي طب في الربع التاني لما تكون الزاوية منفارجة في الربع التاني اللي بطلع بالوطر من هنا هو وانزل عمودي على السين السالبة في الربع التاني انزل عمودي على السين السالبة ده المسلس في الربع التاني لما يقول لي سيتا في الربع التاني ارسمها كده طب في الربع التالت اللي بطلع بالوطر من هنا هو في الربع التالت اهو ده كده ربع رابع ماشي في الربع جماعة التالت اهو هطلع من هنا بالوطر وانزل عمودي على سين السالبة. ده كده الربع التالت. لكن الربع الرابع. بطلع في الربع الرابع بالوطر اهو. وانزل عمودي على سين الموجبة. ادي ربع اول ربع تاني. ربع تالت ربع رابع. دي ريصة بتاعتنا. السؤال ييجي ازاي? هنقول السؤال نختم بيه. واشوف الاسئلة او مين اللي بيحل معايا صح. هقول اسمه. ونقفل على كده النهارة. الربع الاول بتبقى السين موجبة والصاد موجبة. الطول هنا موجب والطول هنا موجب. اي طول بالموجب طبعا. بس كإشارة بقى للدوال بتاعتك المسلسية للجاة والجاة والزاة بيبقى هنا موجب وهنا موجب والوطر دايما موجب. في الربع التاني بلاقي هنا سالب. ده الجزء السالب للسين وده الجزء الموجب والوطر دايما موجب. في الربع التالت بلاقي هنا السين سالبة والصاد سالبة والوطر دايما موجب. في الربع الرابع بلاقي هنا السين موجبة. ده الجزء الموجب للسين. وهنا الجزء السالب للصاد والوطر دايما موجب. تمام. السؤال يجي ازاي يا مستر او السؤال بتاعها. وده اخر سؤال في المنهجة عندنا. وكده يبقى خلصنا حساب مسلسات. وان شاء الله المرة اللي جاية يوم الخميس هنخلص مع بعض الهندسة بازن الله. يلا معي. بيقول لي ازا كان جاية سيتا بتساوي تمانية عالسبعتاشر حيث سيتا اكبر من تسعين واقل من مية وتمانين. يعني في الربع الكان بيقول لك ارسم في الربع التاني. تسعين ومية وتمانين. فاوجد سيتا لأقرب سانية. ثم اوجد باقي الدوار المسلسية للزاوية التي قياسها سيتا. ده سؤال. هاقول لها. اول جزء سهل. اوجد سيتا. انت هنا بتقول لي سيتا في الربع التاني. عايز زاوية في الربع التاني. في الربع التاني عايز زاوية. طيب. هقول له شفت ايه؟ شفت صين تمانية على السبعتاشر. ماشي. يبقى اول خطوة. هقول له شفت صين اهو في الربع التاني هرسم المسلس كده. شفت صين تمانية على السبعتاشر. هيديني تمانية وعشرين درجة واربع دقايق وواحد وعشرين ثانية. هو قال لي الاقرب ثانية هتقرب السواني. ماشي. طب مستر ده في الربع التاني. ايوه انا عارف. قال لي ده كده ربع اول ده القالة. قال لي مظبوط. يبقى انا همسك القالة. وقول مية وتمانين نائس. انصر اللي طلع عندي. مية وتمانين نائس. تمانية وعشرين درجة واربع دقايق وواحد وعشرين ثانية هيديني مية واحد وخمسين درجة وخمسة وخمسين دقيقة وتسعة وتلاتين ثانية تمام؟ ده كده الأقرط ثانية اللي هو عايزها طب بعد كده بعد ما جبت زاوية بيقول لي هاتلي بقى باقي الدوالة المثلثية اقول له حاضر انت بتقول لي جا بتساوي تمانية عالسبعة عشر ادي سيتا في الربع التاني بالمنظر ده من هنا لحد هنا دي السيتا هرسل المثلث بتاعها هو واكتب هنا سيتا هنفرض ان المقابل المقابل طوله تمانية ده فرض ومش طول الحقيقة مش طول الحقيقة تمانية والمجاو الوطر بكان بسبعتاشر يبقى انا عندي هنا تمانية وهنا 17 وعنطريق في سغرس هجيب مني النسبة بتاعتك نسبة وليس طول حقيقة يبقى فرضنا ان النسبة ده تمانية الى نسبة ده 17 وعن طريق فسا غرس نجيب الدلع الناقص هربع واطرح واجيب الجزر هيطلع معي 15 بس في الجزء السالب بنحط له اشارة سالب لما يكون عايز اجيب الجاة او الجتا او الزاق لازم احط السالب لكن هو قطول طول بالموجب طبعا تمام يبقى نقول له ايه كده جبنا الدلع الناقص خلاص تعال بقى نشتغل مع بعض عايز ايه سيدي قال له هتلي الجتا داي عند الجا قال له الجتا بتسوي مجاور على وطر يبقى سالب 15 على السبعتاشر هتلي الزا قال له الزا بتسوي مقابل على مجاور يعني 8 على سالب 15 نحط السالب فوق يبقى سالب 8 على الخمستاشر تمام عايز ايه تاني عايز المقلوب اجيب لك المقلوب هتلي القاتة مقلوب الجا هتلي القا مقلوب الجتا هتلي الزا مقلوب مين الزا هنقلب وخلصت ادي مقلوب كل واحد هادي كده الدواجه. ده السؤال بتاعنا. يا رب نكون فهمنا ازا نرسل المثلث وازا نعمل الحاجات بتاعتنا. ده سؤال اخير كده بسرعة. اقوله معاك سريعا يا رب الوقت يسعفنا كده ونلحق اخر حتى تلات دقايق بسرعة. بيقول لي هنا ايه. اذا كانت جتا ألفا بتساوي سالب سبعة على الخمسة وعشرين حيث ألفا اصغر زاوية موجبة. وزا بيتا بتساوي تلاتة على الاربعة حيث بيتا اكبر زاوية موجبة. بحيث ان بيتا اكبر من او يساوي صفره اصغر من او يساوي تلاتة مية وستين. فاوجد قيمة المقدار ده جتا مية وتمانين زائد ألفا في جاة تلاتة مية وستين ناقص ألفا في جاة مية وتمانين ناقص بيتا. انا بس همين الرسمة هرسل بس وقفل على كده علشان الوقت بتاعنا خلص. خلي بالك. جتا ألفا بتساوي سالب سبعة على خمسة وعشرين. هي الجتا سالبة في الربع الكام وكام. قال لي في التاني والتاني. التالت. مين فيهم الصغير؟ قال لي التاني. يبقى عايزنا أرسم في الربع التاني وليس تالب. يبقى كده عرفت ان الألفا في الربع التاني. أي. الجتا سالبة في التاني أو التالت الصغير يبقى التاني. مينش؟ قدي في الربع التاني هرسم كده. قدي الرسمة بالمنظر ده. وقلنا هنا الجتا بتساوي قدي المجاور وقدي الوطر. هنحط على المجاور هنا سالب سبعة. وعا الوطر هنا خمسة وعشرين. من فيسا غرصة هنربع ونطرح ونجيب الجزر. هنجيب ده يطلع بالموجب. إن هنا الصاد موجبا. الصاد فوق موجبا. تمام؟ جبنا هنا خلاص طلع 24. هكتب هنا 24. كده أنا كملت المسلس بتاع الجتا ألفا. اللي هجيب منه أي حاجة. أي حاجة تخص الألفا من المسلس ده. صور عندك وخليه معاك. طب بعد كده بقى نتكلم على بيتا. قال لي زا بيتا بتساوي ثلاثة على أربعة. الزا موجبا. قال لي زا موجبا في الربع الأول والثالث بتها. أنت بتقول لي أن بيتا أكبر حاجة. أكبر حاجة في اللي موجود. يا أول يا ثالث. قال لي لا الثالث بقى هو الكبير. لو قلت صغير كنت أخذت الأول. يبقى الأكبر مين؟ أنا عندي ربع أول أو ثالث إجباري. أخذ مين فيهم؟ قال لي خد الثالث. هو أكبر واحد. يبقى أنا هرسم الرسمة في الربع الثالث. أهو يا سيد. قادي في الربع الثالث هرسم كده. قادي الربع الثالث. الزاوية من أول هنا كل لغاية تضلع النهائي بتاعها. دي زاويتك في الربع الثالث. طيب سميت هنا ألف. أنت بتقول لي الزاوية تسوي مقابل على مجاور. صح؟ تمام؟ يبقى المقابل بكام والمجاور بكام؟ قال لي المقابل ثلاثة والمجاور أربعة. بس هنا الصاد سالبة والسين سالبة. فنحط هنا سالب ثلاثة وهنا سالب أربعة. كنسبة. كنسب لجاوة جت أوزاوة. مش طول الحقيقة طبعا. هنا طول الحقيقة بأربعة وحدات. طبعا برضي نسبة مش طول حقيق دي نسبة النسبة هنا أربعة والنسبة هنا ثلاثة لكن طول العيب كام أنا مش عايق عن طريق صغير 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 ربع ونجمع ونجيب الجاز ونجيب الوطر هيطلع بخمسة والوطر دايما موجب خلص نحط خمسة أنت عايز بقى أي حاجة عايزها هاجبها لك نكتفي بهذا القدر حبيبي بشكركم كان معكم أشرف طلعت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته